بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم وأسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم من جديد من هنا من رحاب طيبة الطيبة مدينة المصطفى المنورة على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم نحييكم من هنا من هذه المناطق وهذه المنطقة تعرف بغابات الزبير أو واحات الزبير أو تعرف حاليا أيضا عند أهل المدينة المنورة بمنطقة الخليل وهذه المنطقة سميت بغابات الزبير أو واحات الزبير نسبة للصحابي الجليل الزبير بن العوام ونحن الآن بصدد تغطية أطلال قصر الزبير بن العوام والذي يقع في هذه المنطقة لكن قبل ذلك كما ذكرنا لكم أن هذه المنطقة تعرف بهذه الأسماء العديدة ومن خلال معرفتنا أننا أمام جبل أحد فإننا الآن في الجهات الشمالية للمدينة منورة أقرب إلى جهة الغرب شمال غرب المدينة منورة هذه المنطقة حاليا أيضا تعرف بمبتدأ منتزه البيضاء البري هذا الطريق يؤدي بنا إلى طريق منتزه البيضاء البري كل أهل المدينة يعرفون هذه المنطقة وأيضا كما ذكرنا لكم الإسم المشهور والدارج حاليا هي منطقة الخليل لكن نعود إلى منطقة أو إلى واحات الزبير تسميتها بواحات الزبير وغابات الزبير نسبة للزبير بالعوام والذي كان يمتلك جزءا كبيرا من هذه المنطقة والآن سنذكر لكم بعض المعالم قبل أن نذهب إلى أطلال وقصر الزبير بالعوام وبركته الآن سنطلعكم على بعض المعالم الموجودة والمشاهدة أمامنا فكما أريناكم قبل قليل جبل أحد فعندنا أحد الجبال المشهورة أيضا ربما الآن يظهر معنا فهو في هذه الجهة جبل كبير يعد من أكبر الجبال هنا في المدينة المنورة هذا هو الجبل يظهر طرفه وهذا الجبل اسمه جبل وعيرة وأيضا له علاقة بحدود حمى الشجر وهذا الجبل كما ذكرنا لكم جبل أحد ومن أمامه هذا الجبل الذي عليه الشاخصة هذا يعرف بجبل الدقاغات وهو كما عرف أنه أحد الأقوال المرجوحة في أنه جبل ثور حد المدينة من جهة الشمال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين عير إلى ثور حرم ما بين عير إلى ثور حرم فهذا الجبل جبل الدقاغات يقال أنه أحد الأقوال المرجوحة في أنه حد المدينة الشمالي أما حد المدينة من جهة الجنوب فهو ذلك الجبل المستوي ربما لا يظهر إلا شيء قليل لأنه بعيد جدا فذلك هو حد المدينة من جهة الجنوب جبل عير وسمي عير لأن ظهره مستوي مثل الحمار أعزكم الله فهذا أيضا من الجبال المعروفة هذه الجبال التي ترونها أيضا في الأفق هذه جبال الجموات معروفة الجموات جماء تضارع وأم خالد وعندنا هذا الجبل الذي فوقه قصر طيبة فهذا الجبل يسمى بجبل حبشي أو جبل غراب وعندنا هنا أيضا من الجبال التي لها علاقة في السيرة النبوية هذه الجبال تسمى أو تعرف بجبل الحفياء وسنذكر دلالة هذه الجبال من خلال سرد القصص طبعا إذا ذكرت الغابة فإننا مباشرة نتذكر المنبر النبوي المنبر النبوي الذي صنع للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة فإنه صنع من شجر طرفاء الغابة من شجر طرفاء الغابة شجر الأثل كان منتشرا في هذا المكان فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبر من هذا الشجر من هنا من هذه المناطق أيضا عندنا في هذه المنطقة منطقة الغابة كانت غنيمات ترعى للنبي صلى الله عليه وسلم في منطقة الغابة وحصلت أو حدثت بسببها غزوة الغابة أو غزوة ذيقرد في الجهات القريبة من هذا المكان على بعد تقريبا 2 كيلومتر من هذا المكان فيما يعتقد طبعا الآن اقتربنا من أطلال قصر الزبيب العوام رضي الله عنه وبركته أنا أريد أن أتذكر بعض الأشياء التي حدثت في هذه الجهات نعم تذكرنا شيئا له علاقة بجبال كما ذكرنا لكم أن الخيول المضمرة كانت تتسابق من منطقة مسجد السبق قريبة من منطقة المسجد النبوي الشريف مسجد السبق عند ثنية الوداع الشمالية ثنية الوداع الشمالية من هناك إلى هذه المنطقة كانت تتسابق وكانت تتدرب من أجل الحروب فهذه بعض المعالم التي تذكر في هذه الجوانب طيب الآن نأتي إلى أطلال قصر الزبيب العوام وهذه بركته الباقية إلى يومنا هذا هذه البركة والقصر كان كله في هذا المكان لكن الآن لم يبقى شيء منه إلا أطلال باقية الآن سنصعد ونريكم البركة بركة الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه هذه هي البركة انظروا ما شاء الله تبارك الرحمن بركة كبيرة ومحافظ عليها إلى يومنا هذا نسأل الله عز وجل أن يهيئ من يصطلحها أنظروا إلى القناطر أيضا من جهاتها لها من هنا فتحة ومن هنا أيضا فتحة أخرى وهذه الفتحات فيما أظن أنها لتغذية البركة بالماء يقال أن هناك كان عين موجودة في هذا المكان تمد هذه البركة بالمياه وأظن البركة في ذلك المكان والله أعلم لا أدري انظروا هذه القناطر طبعا الزبير بن العوام رضي الله عنه كان كما ذكرنا لكم من أثرياء المدينة منورة فكان عنده ثماني زوجات قبل ذلك كان قد ترك ميراثا قدره كما أذكر تسعا وخمسين ألف ألف دينار تسعا وخمسين ألف ألف دينار يعني تسع وخمسين مليون دينار فترك ميراثا بعد ذلك لأبنائه وذريته كان قد ورد في كتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى أنه ترك ميراثا لزوجاته الأربع طبعا كانوا هم ثمانية لكن استقر بعد ذلك لما جاء الإسلام استقر على أربع فترك ميراثا لزوجاته الأربع لكل واحدة منها ألف ألف ومئتي ألف يعني مليون ومئتين ألف مليون ومئتين ألف من القطع الذهبية دينار ذهبي فحتى أنه يؤثر عنه أن كنوزه كانت تقطع بالفؤوس لكثرتها الذهب كان عنده يقطع بالفؤوس ولا أدري عن صحة هذه المقولة الله أعلم بها يقال أن هذه الأرض اشتراها أيضا ذكر ذلك في كتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للإمام السمهودي رحمه الله تعالى أن هذه الأرض اشتراها بمئة وسبعين ألف دينار ثم بعد ذلك بيعت هذه الأرض بما يقابل مليون وستمائة ألف دينار ذهبي في ذلك الوقت لكن الآن يعني يحافظ على تسميتها ولم يذكر يعني لمن باعها وهذه الأرض الآن لمن أنا كنت في تقرير أعدته قبل ذلك عن هذه الأرض وهذا القصر أن صاحب هذه الأرض الآن من الأشراف ولا أدري ما أذكر يعني بالضبط من أين أخذت معلومتي لا أدري أيضا هذه هي العين أم لا لكن تشاهدون هنا القناطر أيضا التي كانت تسقي الأرض بأكملها هذه المنطقة كلها كانت منطقة نخيل فلذلك هذه القناطر كانت تسقي هذه الأرض وكل ذلك من هذه البركة والله تعالى أعلم هذا ما أردت توضيحه أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمراضيه وأن يجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه لا تنسونا من صالح دعائكم خصوصا ونحن في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة وإن كانت المشاهدات ربما ستأتي فيما بعد ذلك لكن لا تنسونا من صالح دعائكم وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته